اشتركوا في القناة على الشي نفسه سرعان ما أصبحوا أصدقاء وقرروا استكشاف الغابة معا أظهر نقار الخشب للوقواق منزله حفرة صغيرة مريحة قد نحتها في شجرة كان الوقواق مندهشا من قوة منقار نقار الخشب وكان نقار الخشب مندهشا من نفس القدر من صوت الغناء الجميل للوقواق بعد ذلك أظهر الوقواق نقار الخشب منزله وهو عش أقامه على غصن تفاجأ نقار الخشب عندما علم أن الوقواق لم يقوم بناعشه الخاص بل وضع بيضة في أعشاش الطيور الأخرى أوضح لوقواق أن هذه هي الطريقة التي اتطورت بمرور الوقت لرعاية صغارها بأقل جهد وأصل الصديقان رحلتهما وحلقة فوق الغابة معجبا بجمالها لقد رأوا حيوانات وطيور مختلفة وغن الوقواق أغنية جميلة بين منقار الخشب ينقر على شجرة بيقاع عندما بدأت الشمس تغرب ودع الوقواق ونقار الخشب وداعا وعدب اللقاء مرة أخرى قريبا ذهب كلاهما إلى منزلهما وشعروا بالامتنان لصداقتهم الجديدة والمغامر المثيرة التي شاركوها ومنذ ذلك اليوم فصاعدا كان الوقواق ونقار الخشب أفضل الأصدقاء ويعيشون في وقام في الغابة ويظهرون لبعضهم البعض عجائب أساليب حياتهم الفريدة النهاية تصبح على خير